بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد صلوا على نبيكم محمد أيها الأبطال في البداية أسعد في تواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر نتعلم بإذن الله تعالى في مادة الدراسات الإسلامية لهذا اليوم حفظ سورة العصر كما تشاهدون أمامكم حفظ سورة العصر بإذن الله تعالى هي السورة التي سنقوم بحفظها وتعلمها في هذا الدرس إن شاء الله يا أبطال الأهم ما تعلمناه في الدروس السابقة من الآيات من منكم حفظ هذه الآيات نريد منه أن يقوم بتلاوتها وقراءتها بعد قليل ولكن في البداية من المهم جدا يا أبطال أن نتذكر بعض التعليمات الهامة التي يجب علينا الالتزام بها عند قراءة القرآن الكريم دائما من المهم يا أبطال عندما أتلوا من القرآن الكريم ألا أمس المصحف سواء كان المصحف هذا المعروف لديكم الأخبر ولكن أحيانا حتى المصحف ليكون بشكل أكبر لجزء عمه أو العشر الأخير دائما أحرص يا أبطال ألا ألمس القرآن الكريم إلا وأنا متوضع أحرص دائما ألا ألمس القرآن الكريم إلا وأنا متوضع لأن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون إذن لنتفق دائما في القرآن الكريم لا نلمس المصحف إلا عندما نتوضع يا أبطال الدرس الخامس سورة العصر لدينا بعض التعليمات الهامة في البداية اختيار المكان المناسب للتعلم عن بعد وكذلك إذا كان في الفصل أو غيره الآن لدينا بالإمكان الاستفادة من هذه الدروس عبر قنوات عين في المنصات المختلفة عبر التلفاز عبر اليوتيوب عبر الموقع الإلكتروني كذلك الأهم أن يكون المكان مناسب ولا توجد فيه مشتتات وما يشغل الطالب عن الحفظ آيات القرآن الكريم وغيره من المهارات التي يتعلمها ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن من المهم يا أبطال في البداية أن نتقيد بهذه التعليمات أن يكون المصحف بجانبي زمن الدرس بإذن الله تعالى سيكون بسيط جدا من خلاله بإمكانكم تحصيل أكبر قدر من الفائدة فلا ننصرف حتى ننتهي من هذا الدرس يا أبطال ودائما لنتذكر أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه و تعالى إذن هذا الذي يجعل النقول لا نقوم بلمس المصحف إلا عندما نتوضى لأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه و تعالى أنزله جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن نحن يجب علينا أن نحترمه و نعظم أكبر تعظيم لأنه كلام الله سبحانه و تعالى لا نقوم بوضعه على الأرض لا نأكل مثلا وهو بأيدينا لكي لا يمتلئ أو ربما يأتي على القرآن الكريم بعض المشروبات أو بعض الأطعمة أن أضع دائما في مكان مرتفع لا أضع فوقه الكتب الأخرى حقيبتي لا أقوم برميها عندما يكون فيها القرآن الكريم كلام الله سبحانه و تعالى اقرأ سورة العصر مع الإشارة إلى آياتها الآن شاهدوها أمامكم و حفظنا في الدروس السابقة الآية الأولى و الآية الثانية و العصر إن الإنسان لفي خسر الآن يا أبطال أريد منكم القيام أمام الشاشة القيام أمام الشاشة و طلبنا منكم أن تقوموا بحفظها الآن من حفظ منكم أريد منها القيام ثم تلاوة الآية الأولى و الآية الثانية من سورة العصر نبدأ دائما تلاوة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ و أنت رائعة ابدأ كذلك بدايتها و العصر أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم من حفظ السورة حفظ الآيات و العصر إن الإنسان لفي خسر من استطاع قراءتها بارك الله فيه و من لم يستطع القراءة و تذكر فقط آية واحدة كذلك أحسنت و بارك الله فيك من قرأها معنا عندما قمنا بثلاوتها كذلك أحسنت الأهم دائما أن أستمر بالمحاولة لحفظ آيات الله سبحانه و تعالى مرة مرتين أسبوع أسبوعين حتى أحفظ هذه الآيات حتى إذا لم أستطع حفظها فأنا أستطيع حتى ثلاوتها و قراءتها فأنا بذلك أحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه و تعالى و أنال رضا الله سبحانه و تعالى الآن لنقرأ سورة العصر سويا يا أبطال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآن سأقوم بقراءتها و أريد منكم التكرار بعدي يا أبطال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر 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 لفي خسر لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم هذه هي الآيات التي سنحفظها بإذن الله تعالى حفظنا الآية الأولى والثانية بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم نقوم بحفظ الآية الثالثة و نقوم بتكرارها العديد من المرات شاهدوها أمامكم الآن يا أبطال مرة أخرى هذه التي سنقوم بحفظها في هذا الدرس نقوم بالإشارة إليها هذه الآية نقوم بحفظها لهذا اليوم إن شاء الله تعالى من المهم حفظ هذه الآيات و تكرارها حتى نستطيع قراءتها و تلاوتها في درسنا القادم إن شاء الله تعالى الآن أريد منكم متابعتي و تكرار هذه الآية إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و تواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم على هذه التلاوة الجميلة والرائعة لا ننسى إذن في درسنا القادم إن شاء الله تعالى سنقوم بتسميع كامل الآيات حفظنا الآية الأولى والثانية هذه نريد منكم تكرارها وحفظها وهي التي بين الأقواس يا أبطال لون المستطيل الذي يحتوي على اسم السورة هل هي سورة الضحى أم العصر لون المستطيل الذي يحتوي على اسم السورة هل هي سورة الضحى أم سورة العصر قمنا بتكرارها قبل قليل أبطال واضحة جدا في بداية السورة بداية السورة والعصر إذن السورة هي أحسنتم واضحة جدا سورة العصر نقوم بتلوينها وننتبه ألا نخرج خارج الحدود ننتبه ألا نخرج خارج الحدود في المستطيل الذي لدينا ننتبه ألا نخرج خارج الحدود في المستطيل الذي لدينا يا أبطال سورة العصر قموا بتلوين هذا المستطيل كاملا مع الانتباه لعدم الخروج خارج هذا الإطار يا أبطال النشاط الثالث ضع علامة صح أسفل العدد الذي يمثل عدد آيات سورة العصر هل هو ست آيات أم ثلاث آيات واضحة هي من السور القصيرة نعرف الإجابة يا أستاذ هي ثلاث آيات أحسنتم وبرك الله فيكم إلى هنا أيها الأبطال وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم تلونا فيه سورة العصر أشكركم على حماسكم وتفاعلكم أثناء زمني هذا الدرس ألقاكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته